في ولاية العصابة نظمت السلطات الإدارية والأمنية وبعض هيئة المجتمع المدني في مقاطعة جرو حملة تحسيسية حول خطورة وباء كوفيد-19 وتهدف الحملة إلى الوقوف على سير عمليات التلقيح وتحسيس المواطنين بأهمية التقييد بالإجراءات الاحترازية في إطار مواصلة حملات التحسيس التي تهدف للحد من تشار فيروس كورونا يشهد المركز الصحي بجرو زيارة للحاكم المساعد للمقاطعة من أجل الوقوف على عمليات التلقيح التي تقوم بها الفرقة الثابتة في المركز والتي شهدت إقبالا كبيرا في أيام الحملة الماضية وهما أكده الطبيب الرئيس حيث نوها بالشهود التي قامت بها الفرق الطبية لمجابهة خطر الفيروس مؤكدا استعدادهم التام لأي حالة مجابة ذنوية قروهية الأخرى ترابط بها فرقة قدمت من أجل تلقيح التلاميذ للحد من انتشار الفيروس والإسهام في الحملة المدرسية التي تعنى بتلقيح التلاميذ تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخلة من طرف السلطات العمومية في إطار مكاثحة جائحة كورونا أمنا بالتعاون مع جهات صحيح المتخبين المحليين والمجتمع المدني بتجهيز فرق متعددة تجوب المدينة من أجل التوعية وتحسيس المواطنين حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واخر الحيطة تفادي الانتشار متحول وميكرون بين المواطنين والقيام بالفحوص اللازمة وأخذ اللقاح حفاظا على سلامة الجميع أمنا أيضا بزيارة المدارس والسوق لتوعية الطلاب والمواطنين حول أهمية وضع القنعة ودور اللقاح في الحد من انتشار كورونا والتخفيف من تبعاته فمن دونها لن نستطيع مواجهة هذا الوباء الفتاك ومن هنا أطلب من الشباب مواكبتنا في هذه الحملة الوطنية الهادفة لكبح زماح هذه الجائحة وعمدة بلدية قرو ذمن هذه الحملة التي تقوم بها السلطات الإدارية والمجتمع المدني من أجل محاصرة الفيروس والقضاء عليه من خلال هذه التعبئة الجماعية كبير شيء فيه بعد نحثه عليه أن لا أعلن المواطنين كاملين من عنده 12 سنة راقب أعلنهم يقبلوا على هذا التلقيح التلقيح لازم منه به حماية للشخص وحماية الأسرته وحماية المجتمعه وكل حد يعرف أننا مسلمين على كل حال نتوكل على الله ونعرف أن ما لا يصيبنا ما هو ذاك الذي قد رعلنا مولانا بعد قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يقير هذا ما يمنع من السب مدير الثانوية أشار إلى أنهم قاموا بحملات تحسيسية كبيرة واستدعوا فرقة طبية من أجل تلقيح التلاميذ من 12 عاما إلى ما فوق قمنا بحمله هون معه التلاميذ لضرورة الابتعاد والتباعد وعلى همية التلقيح وديوم للاي الفضل واللاي الحمد جاءتنا ديوم فرقة جاءت داية عدل لقاح للتلاميذ وحاضر عنده كانوا جاهزين عنده كان مشاء الله التباعد معه كان جيد كانت الناس كاملة هون مشاء الله مسعدة لها وقلنا لهم ودي مني من مكامل حسب الحمى والله حسب شيء يقلس الطب يقلس المركز ولا يطلع لمدرسة يسوى كان تلميدي يسوى كان أستاذ الحملة التحسيسية استهدفت كذلك السوق المركزي بقلو مرفقة بلجان من المجتمع المدني قاموا بتوزيع كمامات ومحث رواد السوق على ضرورة الرجوع للإجراءات الاحترازية حتى ينخفض منحن الإصابات الذي بدأ في ارتفاع ملحوظ مؤخرا بفعل ارتفاع أعداد المصابين بكوفيد 19 فهبيري وليلي دالي لقناة الموريتانية مقاطعة قرو ترجمة نانسي قنقر